كان بيحلم بيه لكن هو رحل محنة الفقد بقى يعني إذا حركتها ما سكتشي وهي دي أصعب محنة أن أنت تفقدي إنسان بتحبيه بالزبط تقبلتها زي المحنة دي يعني مش بس بفقد زوج ده أنا بفقد زوج وأبه وحبيب ورفيق ضربه يعني في كل حاجة مشاركين بعض وما كنتيش متوقعها لا أنا متوقعها والله هي مفيدة وهو متوقعها وعرفها وأنا عرفها يوم 6 أكتبر آخر يوم كنت أتوقع فيه إنه اليوم ده لكن دايما كنت تقولي له إلبس الزرع الواقع إلبس البتاع الحزان الواقع بس ته صعب قوي إنك تفضلي عايشة ما حد بتحبيه وأنت متوقع أنا ممكن يتخذ منك في أي لحظة دي قاسية جدا 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 وإيه تعافيت إزاي حضرتك؟ تعافيت إزاي من القصة دي؟ شوفي الإيمان بالله إن ده قدري ما سيش حتقدر يتغيريه ولازم إن أنا أقف عشان ولادي يعني ما استسلمش لحزن يعني أنا كنت أخشي مخدة بتاعتي دي كنت بتبقى مبلولة طبعا من الدموع والبكة بالليل لكن بالنهار قدام ولادي جمدة 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 كان حالنا كلنا والله أنا بحكي دايما كان حالنا كلنا نبكي أنا بكت أمي الله رحمة تقولي أنت يا بنتي لما موت مش هتبكي عليك كده وأنا لسه طفلة وببكي على الرئيسة فهما بالحضرتك بإحساس بإنه مش مات موتة ربنا لكن كمان في غدر غدر وفي يوم في يوم جميل يوم زي ما كانوا يقولوا يوم فرحوا يوم فرحوا هو حضرتك هل الدرس قبل كده ولا بعدها كنت بتعلمي ولاد حضرتك إن مفيش سلطة دايما وإن هم يتعلموا إن هم إزاي يبقوا أقوية رغم أي محن ورغم أي مصحف من قبل وهم في الرئيسة وهم في الرئيسة طبعا أنا بعتبر كل وظيفة دي وقتية كل واحد بياخد وقت في وظيفة معينة عمر ما فيه وظيفة بتدوم مدى الحياة